في الحديث عن الموضوع مشاهدين تنظم إلينا من العاصمة العراقية بغداد عبر الأقمار الصناعية السيدة نورة البجاري عضو مجلس النواب عن محافظة نينوة سيدة نورة مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إلى أين وصلت استعدادات الجهات الأمنية العراقية لعودة نازحي مدينة الموصل وهل من سقف زمني لإنهاء هذه الاستعدادات مساء النور وأهلا بكم ومشاهدي قناتكم يعني اليوم كما تحدث تقريركم وبصراحة الصورة مؤلمة جدا عن ما نلاحظه من دمار محافظة نينوة خاصة الموصل القديمة لكن أنا لدي تعليق بأن اليوم النازحين لدينا أشكال عديدة من النازحين قسم من النازحين يستطيعون أن يعودوا إلى منازلهم والخدمات أعيدت إلى بعض مناطق الساحل الأيمن لكن القسم الأكبر في مدينة الموصل القديمة حتى لو كان هناك جدول زمن ووافق السيد الرئيس الوزراء على عودة هؤلاء النازحين لن يستطيعوا هؤلاء النازحين أن يعودوا إلى منازلهم بسبب الدمار الذي لحق بمدينة الموصل القديمة كيف سيعودوا وليس لديهم منازل والمنازل سويت بالأرض ولا سيبقون في المخيمات أنا حسب وجهة نظري أكثر من سنة سيبقون هؤلاء النازحين من الموصل القديمة قسم آخر لدينا مناطق تحررت قبل أكثر من سنة لكن بسبب الخلافات السياسية والتغيير الديمغرافي وسيطرت بعض الجهات على هذه المناطق أيضا لا يستطيعون هؤلاء النازحين العودة اليوم نحتاج ليس فقط إلى مصادقة رئيس الوزراء على عودة النازحين ولكن أن يكون هناك توافق سياسي وأن يكون هناك إعادة للخدمات وأن تكون مصالحة مجتمعية وأن يكون هناك تعايش السلم بين المكونات في المناطق المختلطة حتى نستطيع أن نقول اليوم فعلا أهاني نينواء النازحين سيعودون إلى مناطقهم التي تحررت سيدة نورة ذكرتي حضرتك خلال حديثك أن هناك مناطق سوية في الأرض هل من خطة مبدئية وضعت لتعويض المدنيين الذين فقدوا ممتلكاتهم من منازل وما يملكون داخل المنازل وغير ذلك تعويض خسائرهم يعني نعم يعني الحكومة عدت خطة على خمس مراحل المرحلة الأولى والثانية والثالثة هي مراحل إحصاء فقط للأضرار الموجودة في المدينة سواء من البنى التحتية ومن أضرار المواطنين والخطة يعني المرحلة الرابعة والخامسة هي لمرحلة البناء والإعمار خطة الإعمار تبدأ في عام سنة 2018 هذه الخطة حوالي 100 مليار دولار تكلف إعادة إعمار المناطق المحررة ليس فقط نينواء إنما كل المناطق المحررة نينواء حسب أنا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار تحتاج إلى حوالي 40 مليار دولار لإعادة الإعمار لكن اليوم المشكلة نحن كيف سنعيد هذه المناطق خاصة الموصل القديمة الدور متلاصقة البناء صعب في هذه المناطق والمحلات الموجودة هي أفرع يعني رفيعة جدا وضيقة عفوا جدا وحتى البناء لا نستطيع أن نعيد البناء كما كانت نحتاج إلى أن تكون هناك شركات عالمية وشركات كبرى تعيد بناء هذه المناطق خاصة الموصل القديمة وأيضا هناك مشكلة نحن نريد أن يعاد بناء الموصل بأهلها وساكنها كما كانوا لأن يكون هناك تعايش من كل المكونات الموجودة في الموصل القديمة من الأخوة المسيحيين من التركمان من كل الطوائف والمكونات حتى لا يكون هناك تغيير ديمغرافي في عادة العوائل إلى مساكنها السابقة لكن هل ممكن تعويضهم ماديا وهم من يقومون بميناء منازلهم؟ اليوم كان هناك خطة تعويض فقط للسيارات التي حرقت هناك دعاوي قدمت في المحاكم في مدينة الموصل لكن لحد الآن لم يعوض أي مواطن وبالنسبة للدور لحد الآن على أساس أن هناك لجنة في محافظة نينوة ستقوم بجرد هذه الأضرار ولكن لحد الآن لا يوجد أي تعويض للمواطنين لذلك اليوم مسئولية الحكومة أن يكون هناك تعويض للدور التي تضررت وسويت بالأرض لإعادة بنائها سيدة نورة لبينما يتم الانتهاء من عمليات تأمين المدينة وعودة الأهالي إلى المناطق جميعها بحلول 2018 كما ذكرت ما حجم الدعم الذي تتلقاه الأسر النازحة في مخيمات اللجوء؟ يعني ما على الأسف اليوم المساعدات التي تصل إلى مخيمات النزوح خاصة بعد الموجة الكبيرة جدا من الموصل القديمة هي فقط المواد الغذائية الإغاثية المنظمات الدولية اليوم بالرغم أن هناك منظمات دولية ودول تساعد العوائل النازحة لكن العدد كبير جدا ومستوى الكارثة كبير جدا لذلك اليوم درجات الحرارة عالية جدا في المخيمات وهناك نقص كبير جدا في الخدمات الصحية وفي موضوع المياه والكهرباء في المخيمات لذلك هناك نقص كبير جدا لذلك نناشد اليوم الدول العربية وجميع الدول والمنظمات الإنسانية أن تقف إلى جانب نازحي أبناء محافظة نينوى في المخيمات وخاصة أبناء الموصل القديمة شكرا جزيلا لك السيدة نورة البجاري عضو مجلس أنواف محافظة نينوى لهذه المشاركة وشاركة